موسيقى رحب فيكم مشاهدين الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم الجماهيري وراهم وراهم في يورو 2012. رح نكون معاكم يوميا من مطعم فريج المرينة وبرنامجنا مخصص لعشاق اليورو. نروح معاكم ونشوف ونتكلم عن اول مباراة واول حلقة اليوم في وراهم وراهم رح نتكلم عن مباراة المانيا والبرتغال في وراهم وراهم طبعا مباراتنا اليوم رح تجمع الفريق البرتغالي والفريق الالماني وفريقين كبار وفريقين اقوية في مجموعة قوية تضم الدنمارك وتضم هولندا شهدنا خسارة هولندا وبعد قليل رح نشوف منه رح يفوز الالمان او البرتغال فريقين يتمتعون بلاعبين من ريال مدريد يعني اليوم رح نشوف اوزيل وراح نشوف كريستيانو رونالدو الكلام كثير كريستيانو صرح وقال انا وصلت لهذه البطولة من اجل الفوز ايضا اوزيل صرح وقال ان هذه البطولة ما رح تطلع من الالمان بروح معاكم وشوف توقعات جمهورنا في مطعم فريج المرينة الخاصة لبرنامجكم وراهم وراهم في يورو 2012 اتوقع المانيا 2-1 جمانة حسنة اتوقع 2-1 البرتغال دينا طرال اتوقع مباريات اليوم بين المانيا والبرتغال المانيا 2-0 علام الخطيب المانيا 1-0 على البرتغال خليفة عيصباح بسم الله الرحمن الرحيم طبعا توقعاتي اليوم ان شاء الله المانيا البرتغال 1-0 بسم الله الرحمن الرحيم توقعاتي ان شاء الله المانيا 3-0 على البرتغال محمد عيل كندري ان شاء الله الفوز حق المانيا 2-1 عبدالقادر كلاف أتوقع التعادل 2-2 ألمانيا والبرتغال 2-2 ناصر المغربي 2-0 لألمانيا فضل نبهان أنور نصر الدين أتوقع فوز ألمانيا 1-0 مفيد علام الدين 2-0 ألمانيا بشار نصر الدين أتوقع البرتغال 2-0 2-1 ألمانيا فارس الرشيدي أقول 2-0 ألمانيا بندل عبدالعزيز العويد ويد حسن 2-1 لألمانيا إعادلة بالفتوح البرتغال إن شاء الله 2-0 وجد الخميس 2-0 ألمانيا توقع النتيجة ألمانيا 2-0 جون النتيجة 1-0 لبرتغال جورج مكرم اسمي حسن شهين بتوقع تربح البرتغال 1-0 البرتغال 1-0 لدى خالد بداية مباراة اليوم وجماهير ألمانيا والبرتغال وفي يورو 2012 والألمانية حاضرين اليوم قولي ألمانيا اليوم ميش راح تعمل جدان برتغال شفنا اليوم هولند أخسروا هل اليوم يلحق النصيب ألمانيا أو لغير اليوم مباراة اليوم خصوصا منتخب ألمانيا مفترع طرق منتخب ألمانيا اليوم لدينا ambit theft جنيسا في الماني الأمن Carbon لكندلي كبير لدك البطل ما يوقف إلا رونالدا السعب جدام كريستيانو جدام بي بي الأمور هذه تختلف يعني المنشافة المكينة الألمانية إذا اشتغلت إذا اشتغلت ناعش سلندر ما يوقفها لرونالدو ولا غيره معروف هذه المنطقة الألمانية خلال السنوات الأشرة الأخيرة هو متيد أنا بنسبة متيد للعالم لكن الحظ ما وقف معاه في البطولات حظوظ ألمانيا بهذه البطولة لهم صعدون أو لمجرد عزيز السؤال هذه السؤالة حظوظ الفرق الثانية البطولة الألمانية ألمانية خاصة معنا يحد جماهير البرتغال واليوم ألمانية والبرتغال والكل مع الألمان الألمان مكينات شو راح يساوي اليوم البرتغاليين أنا بتوقع يربحوا واحد سفر البرتغال مو كتير ليش يعني عندكم كريستيانو عندكم نجوم أنا عشان رونالدو وعشان من بعد ديفي طبعا ريالي مدريد عفشتني وبشجع من زبان البرتغال ما مني هلا حلو بس انت هناك عندك أزيل ما أزيل ما ولو كان بس أنا برتغالي هل البرتغال لا حظوظ في هذه المجموعة بتصور هيك يعني اليوم شفنا هولندا خسر ايه هولندا ممكن هولندا كان الشانس مش معه اليوم بس أنا هيك عندي احساس انه البرتغال راح يربحوا واحد سفر ما بعرف ليش معنا شيخ دعيج الخليفة طبعا راحب فيك معنا في وراهم وراهم ويورو 2012 نعيش بعد نصيدك مباراة الغادسية ايه الحلا باليورو طبعا نعرف ان انت اسباني نقول الميول اسباني الكرب حلو اليوم المانيا والبرتغال يعني مباراة بين اوزيل بين كريستيانا وبين بيبي بين يعني زملاء الامس زملاء الامس الرياليين نقول شو تقول عنها الامباراة؟ طبعا انا توقعاتي عزيز من قبل البطولة حلو من المنطق ان النهائي راح يكون اسباني الماني حلو تسألني ليش؟ بقولك اقوى فريقين ناديين في العالم الحين هم برشلونة وبيرميونخ حلو برشلونة ثمانية منهم في منتخب اسبانيا حلو بيرميونخ ستة منهم واكثر في منتخب المانيا صحيح فاللاعبين متعودين على بعض انت تدري يعني الفرق كما يكون متناسقين اللاعبين معاهم يبولك فوز فالمنطق يقول المانيا واسبانيا اذا ما تقابلوا في دور الثمانية او غير حلو بس كعنا نشوف في هالبطولة امور تختلف يعني صاحب الارض يتعادل حلولة له المنتخب الهولندي يخسر او الامباراة وهو واحد المرشحين كل شي غير في هالبطولة لا وفي شغلة الساب العزيز اول مرة اشوفها انه قبل كنا متعودين ايطاليا المانيا اه خلاص الوقت الاخيرة اقوم نهايه كاسل الالم طرق تغليدية اسبانيا وهولندا فاشوف وايد الكويتيين اه يعني ويا هولندا بشكل كبير خاص ان صدمنا اليوم في خسارتهم من الفريق الدينماركي وصراحة مفاجآتها البطولة انت شنو توقعت وانا متوقعت انا توقعت المانيا لا حين المانيا لان المكينة مشتغلت لا حين المكينة المانيا فاتوقع بداية شو الثاني اه يسوون شي مع الناحي دي الجماهير شنو البرتغالية ولا الالمانية المانية طبعا المانية البرتغالين يهددون بوجود كريسيان وحامالقة صاح tapedوسط اجاب البرتغال في السنوات الاخيرة الشي يسمونها ? اليوم البرازيل مام المكين ماذا يسمى المكينة اليوم ؟ لا صراحة المسيح اعم البرتغال انا حب البرتغال واحب كريسيان رونالد طبعا بس انا مع المانيا صراحة انا صغير انا شجى في المانيا ا Situation لاا متراريا اعمانيا صراحة بس المانيا قاعد تقابل فريق كبير يعني طبعا اكيد بس برضو ما وصل للموقع اللي وسط طيره المانيا بالكأس العالم برضو حلو برتغال هرفشون فلا ألمانيا حسب البرتغال صراحة بتوقع من زماني أنا قاعد أشوف ألمانيا حسب البرتغال معنا أحد الأخوان المملكة العربية السعودية وهولندي خسران وحزينة حزينة اليوم بس ما لحقت عن مباراة ما شاتب حكم أننا جايز اليوم الحين أنت تشاهد ألمانيا والبرتغال هل يتكرر الحزن على منون الألمان واللي على البرتغاليين والله أتوقع إن شاء الله أتمنى أن يتكرر الحزن على ألمانيين حلو ألمانيين بس تعادل منصالحكم من فكهولندا كهولندا نهزمت واحد صفر من الدنمار شاكي نحن والله بدنا للبرتغالي الفريق ألمانيا معروف أنه أقوى يعني حلو فنتمنى أن تنهزم الألمانيا حيث أنه تكون عندنا فرصة إن شاء الله حلو هل أحد من الفريقين قادر يسجل على الثاني ما حد قادر يفك الشفرة يعني يا لسا يستنى مباراة يعني باقي لها شوت فيها فيها إن شاء الله حتى تشوف الهجمات بدتها الحين أكثر والضغط ما شاء الله من الفريقين بس أتوقع إن شاء الله البرتغال تسوي شيء معنا أحد الجماهير السعودية اليوم شرفنا طبعا في برنامجنا وراهم وراهم شرف الأخوان السعوديين طبعا ألماني اليوم اليوم ألماني وكل يوم ألماني المكينة اليوم ما تشتغل ما تشتغل المكينة والله أتوقع أنهم فرضين احترامهم للمنتخب البرتغالي بس هلو كريسيانوش قاعد يسوي؟ ما ما يكون فريق البرتغال فريق كبير يعني لازم يفرض احترامه وبعدين المكينة هتشتغل يعني ألماني ما يحتاج يعني الألمانية يعني إذا أنت ما تقدر على البرتغال وأنت جمهور ألمانية تقولون فريق منافس صح ولا لا إذا اليوم ما تقدر على البرتغال والبرتغال عنده بعض المشاكل بتكتيكة صح ولا لا مقادر تخترق اليوم دفاعات البرتغال والله أنا أشوف أن الحين الألمان ممكن يسوي تبديل تمام ويمكن نحن يفرض سيثرتها أكثر ألمانيا والبرتغال واحد جماهير البرتغال البرتغال شي سوي فيها البطولة هذه بعد خسارة أولندا توقع الكل يخسر والله شوف هي دائما مباراة الأولى في المرحلة الأولى من مجموعة دائما يكون مباراة حساسة أنت عندك ثلاث نقاط دافع بيعطيك خصوصا مباراة حساسة ألمانيا والبرتغال أتوقع مرشحين عن هذه المجموعة عندك جمهورية أيرلندا وكرواتيا ما أتوقع عنه نفس خبرة ونفس المشوار عملتها ألمانيا والبرتغال سواء في بطولة أوروبا أو بطولة كأس العالم فأنت عندك منتخب مباراة هذه قصص المباراة ما تقول تأرية للبرتغال عندك ثلاثة واحد كأس العالم 2006 مركز الثالث والرابع ألمانيا عبدو تاريخ أنت أي طبعا عندك الكأس العالم 2006 ثلاثة واحد المركز الثالث فأتوقع مباراة ثلاثة راح تكون لبرتغال يتهم البرتغال نعتمد على كريسيانو بس يعني إذا ما يشتغل كريسيانو ما يشتغل برتغال أكيد كريسيانو رونالدو طبعا نجم معروف طبعا من الأفضل لعبين العالم بس عندك طبعا عندك مهاجم ناني عندك هيدلر بوستيقة عندك دفاع بي بي أتوقع فريق متكامل رونالدو مؤثر لا مؤثر جدا ما نقول شيء بس عندك طبعا ما يسوي رونالدو شيء بغياب نجوم ثانين مثل ناني أو سواء اللاعبين الذكر ناني مؤثر ناني مؤثر جناح رائع قاعد يسوي خطورة بس طبعا الناس يقول الأول مباراة لسه يعني عندك الفريق ما في تفاعهم ما في لسه أول مباراة هذي الفريق قاعد يجلس نب ما رح تجلس نب لشوطر أول تعادل مقنع للفريقين والله التعادل أتوقع يعني أنت قاعد خاطر ما تلعب يعني تكسب نقطة من فريقين أتوقع مشوارهم رح يتأثر ما تضمن أنت مباراتين الثانين إصابات طرد صعبك لألمانيا يقول لك رح تجيبون قول والله كل شيء متوقع ألمانيا ما يستهن فيها فريق يعني مرشح صحة صراحة أنه يوصل تترشح والله البطولة بطولة بشكل عام والله عندك المنتخب الأسواني مرشح بقوة بطل العالم بطل أوروبا محافظة عمزة البرتغالي بس اليوم ترشح البرتغال رشح أنه يوصل ممكن لدور الثمن النهاية اللي هو ربع النهاية أو دور النص النهاية بس عندك وجود متخبات طبعا أوروبا 16 متخب كل واحد عنده خبرة في البطولة أسوان ألمانيا أو المنتخبات الثانية إيطاليا أو فرنسا كلهم مرشحين هدف للمنتخب الألماني وبعد عنان طويل لا قول حلو قول حلو ما يبيل أحيشي هذه القوال تذكرني شوف أنا بحياتي أول شيء ما شجعت غير الزعيم العرباوي حلو حياتي كلها ما شجعت غير الزعيم العرباوي لكن هالقول هالذكرني بالزعيم عرفت حلو هالقول هالذكرني يعني على الحيشي ألماني يصبح زعيم زعيم أنا لحاقدهم هذول فوق الجبل بس أي جبل جبل عرباوي مو أي جبل ذاني صراحي سهلون صراحي يعني يقول حلو يعني ذكروني بالزعيم يعني قاعدت طال على المبراط أنا ما شجع صراح ما شجع غير الزعيم بس نشوفوا ريجك البرتغالية غير ما نشوفوا ريجع على شنو أنت قاعد يقول لك أول شيء هذا يعني مكينة الألمانية حلو هذه مكينة الألمانية ما توقف لا هي لا على ديزل ولا على بنزين على روح اللاعبين ومثل ما روح اللاعبين حق الزعيم هم فيهم روح أنا أقول لك ما أشجع بس من شفت اللعب أشوف فيهم روح يعني قاعد زعيم عرفت فأنا بأخذهم فوق الجبل معاي هذول رايحين فوق الجبل هي الألمانيز الجبل عرباوم ويهي جبل ثاني معنا أحد الأخوان من السعودية رحب فيك في وراهم وراهم والسعودية تقريبا ما إلا إلى الألمان والله يعني مو كل السعوديين بس هنا طبعا أنا أحب الكرة الألمانية بشكلها حلو أحب الكرة الألمانية حلو أحب طريقة لعبهم الأهداف الأجساب عندهم اللعيبة حقينهم أحب وزيل حلو اليوم ريال بريالة وزيل وكريستيانو وزيل وكريستيانو حلو هل وزيل ما أجي للحين صح؟ والله حتى الحين أمور طيبة لكن برضو النتيجة ها مش النتيجة تتحقق حلو مبارات اليوم كان نهائيات اليوم بس حت قول وخلاص هذا قول راحت والله إذا انتهت حتى بالتعادل قدام البرتغال كبداية شي طيب أنت توقعت فوز مين؟ البرتغال فوز البرتغال دلوقتي البرتغال خسران بس نسروا بس عام حلو بس يعني ما فيش أمام ألمانيا ألمانيا المفروض من أول المبارات يدو البرتغال قولين ثلاثة ماشي بس قوم بيكي في سنية برضو كرة قوين بس أنت مقتنع بس بس القول الثاني حق ألمانيا راح بس ما قهش بس ألمانيا أفضل صح ولا بس ألمانيا أفضل صدمت أنت بالبرتغال هنعمل إيه بقى عشان أول ماتش برضو بيبقى لسه بيقضوا على بعض لسه مش شغلين على جو البطولة خلو بس مدام فريق يخش بطولة مش ماخد على جو البطولة مش مرشح للبطولة صح ولا لا ده أي فريق يعني بأداخل مش واخد يعني لو كس عالم ناشئين مرة مصر خسرت من الأرجنتين في أول ماتش 7-0 حلو وطلع الثالت حلو أنا بشق على البرتغال عشان كريستيان ونضلت عشان كريستيان كريستيان دلوقتي خسره تزعل أنت على كريستيان طورة طويلة لسه بطولة طويلة مش هتيزعل عليك لا مش هزعل طبعاً مشاهدين الكرام امتهت هذه المباراة بفوز الفريق الألماني بهدف مقابل لا شيء شفنا مباراة مثيرة مباراة يمكن الألمان استحكموا في معظم فتراتها ولكن مباراة لم تعرف فيها النتيجة إلا في منتصف الشوط الثاني ثلاث جوائز يومياً معنا ثلاث جوائز نقدية كل جائزة بثلاثين دينار مقدمة من وزارة الإعلام طبعاً ثلاثة فازوا معنا في هذه الجوائز نقول أنور نصر نقول له مبروك خليفة الصباح أيضاً نقول له ألف مبروك ودعيج الخليفة أيضاً نقول له ألف مبروك مستمرين معكم شاهدين الكرام في برنامجكم وراءهم وراءهم وضيفنا اليوم فنان شعبان رحب فيك طبعاً أهلاً نسألوا المشكورين على المصدار حياك أهلاً نقول شعبولة في يورو 2012 ألماني ألماني ما يبي لك ما يبي لك ما يبي لك كموتر ألماني كالعلم ألمانية ما تقول عن الأجوار شعبان وليورو 2012 ضيف أول حلقة اليوم عندنا أتمنى إن شاء الله أن تكون البطولة ناجحة قياسية للحدث نفسه صحيح أتمنى إن شاء الله تواجد الجمهور وكل أماكن الكويت اللي أشوفها إن شاء الله كجو في المطعم فريج المرينة قاعدة طالع حضور الناس تجاوبهم تفاعلهم كشاشة تغنية صوت مكان مثل ما يقولون رايق على قوة اللي يقول شعبان دائماً شعبان أين نشوف هذه البطولة؟ هذه طبعاً اليورو يبي لها يمعة خاصة يبي لها جواء خاصة هذه البطولة خاصة يعني أهميتها أهم من كاس العالم لأن كاس العالم تيك فرق ما تعرف شنو مستواها يعني في فرق للأسف إن التصفيات تأهلها أنها تطيح بمجموعة غوية وطالع الصدمة أنه نتائج أكبر يعني اليوم غصب ألماني يحطه وقول مع العلم أن في محاولات من البرتغال وكلهم نجوم ولو تلاحظ أنه نجوم ريال مدريد الثاني هم قاعدت تباروه مع بعض يعني المنافسة موجودة الصراع الجمهور حتى الجمهور اللي كان يشجع ريال مدريد برشلونة يطالع اللعب هذا هو محتار ما يختار لأنه يمكن أن يكون مدريدي طالع لعبة موجودة للمنتخب الفلان وهو ما يفضل بس يشجع المنتخب هذا علشان لجل اللاعب اللي هو يحبه كفريق صحيح فاللي أتمنى إن شاء الله أنها تكون قياسيا فعلا على كثر الحدث اللي خدت فيها اهتمام وإن شاء الله إن شاء الله توصل المعلومة أنه كأس أمم أربا يورو 2012 تكون مميزة أحسن من اللي فاتت أحسن من اللي فاتت الفنانين انتوا يعني لما تكون عندكهم لما يكون عندك تصوير عمل ويكون بطولة نفس أمم أربا حدث نفس أمم أربا يعني حدث هذا نفس اليورو يبيلا تفضي نفسك تزرق من التصوير قل لي موقف صار وياك موقف اللي قاعد يبتي طبعا هلا يخلي إن شاء الله موقف اللي يصير معاك لما تكون عندك بطولة طبعا كنا نحاول نسبق الوقت أن ناخذ تفريغ الحلقات مثلاً ما يصادف ويعارض أنه وقت المبارات المهمة بالذات يعني في مباريات تنحط في الوقت لأنت عندك التصوير المهمة لا تعد تركز بالتصوير لا تقدر تستغلب على نفسك بالوقت وحياناً لا موضوع الكروت المشفرة هذه سويت لنا مجال لأنك قبل يعني كانت موجودة البطولة تنغل على جميع المحطات الحين لا تضطر أنك أنت تروح مكان مخصص أو تيبر ريسيفر معاك مع الكيلرات وتجابل بالتصوير لازم تجابل هلو شل تتذكر مزلسل مر عليك عمل تلفزيوني؟ كان فيه بطولة متوهقت يوم طبعاً تحق الغادسية طبعاً لا تكشت في التصوير حق الغادسية تروح لا باليورو بالأوروبية لا إن شاء الله ما يصادف الوقت هذا طبعاً الغادسية شيئذاني أنا أتكلم هذا فنقول صادف عندنا في يورو أعتقد أنها صادفة بطولة ثمانة ثمانين فيها هولندا نحن كنا من عشاق الخوال رودخوليات تبلي لا جاي ريكار يعني نحن ميالين شوي عق الصبغة صحيح ما كانت وقتها كانت وقتها دراسة ما دراسة وتعانات كنا نستصعب الوقت إن شون تتابع البطولة تتابع البطولة توهد فكنا نأخذها اللي نقدر نتابعه والإعادة ننطر الأخبار فالحمد الله ما كانت تصادفينة بها غوة ليس مثلها الآن الآن لا التشفير الكروت المشفرة الغنوات على ساعتها قامت قامت اختصر لك المعلومة هذه بأسرع وقت لا تنسى الآن حتى المبايلات صحيح كل شيء موجود حلو من ترشح سؤالي الأخير من ترشح هذه البطولة طبعاً اللي أشوفها ألمانيا تخريك ألمانيا لحد الحين اللي قاعد أشوفها ألمانيا شوى المبارات واحد صفر مو مقياس مو مقياس صح والمبارات اللي طافت التعادلات حلو يقولوا الروسي الحصان لسود والله احنا الخوار الحصان لسود ما نشر بحدي ما أدري أنا لحد الحين حنا شفنا المبارات هذه أثبتت يجود أنه كانت البرتغال مؤهلة من ضمن المؤهلة الفوز بالبطولة حتى ألمانيا الآن ألمانيا كسبت الرهان فما تدري يعني المكينة الألمانية قادم المكينة الألمانية لها جدام تحرير شوي شوي ويعني تعطي كل الخط شرفنا فيك شو تقول الحق وراهم وراهم بيورا 2012 تابعونا بيورا 2012 مطعم فريج المرينة طبعا مشاهدين الكرام وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة وختام هذه المبارات والكل أكيد استمتع بأجواء هذه الحلقة الجماهير كانوا على عصابهم الألماني أكيد بعد المبارات فرحان بفوز المنتخب الألماني والبرتغالي أكيد حزنان وزعلان لخسارة المنتخب البرتغالي نقول لكم يوميا راح نكون معاكم في وراهم وراهم من مطعم فريج المرينة جوائز مادية قيمة ونقول حضور مميز للجماهير الرياضية وأجواء مميزة في يورو 2012 نقول لكم نتمنى حضوركم في هذا المطعم ومشاركتنا في يورو 2012 في وراهم وراهم ومع السلام ومع السلام ومع المرتب dai ومع المرتب اسر لكم ومع telesب موسيقى تركيز على رعاية الشباب وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لك لو بديت أنا بشي كمل علي كلمة منك كلمة منك نملك الأدية لو بديت أنا بشي كمل علي كلمة منك كلمة منك نملك الأدية تحلى غيّة بالحياة بالمعطين 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 مرتدي في كل شيء لك في الكوين لك في الكوين موسيقى سؤالكم وايد طيبة حجيكم صحيح لكن السؤال إحنا خذينا كاسر خليج طيب وبعدين متى نوصل كاسر عالم بعد منديال 82 يفترض أن يكون العمل الجماعي هي النقطة الأساسية ودراستها وعندنا التسويق والفكر والتخطيط أمر مهم جداً أخوي علي يعني لازم يكون لك رأي والله كلامك سليم يا أبو نواف لكن على الطاري شخطار كرة اليد والسلة والطائرات ليش تراجع والربع تشديد؟ يا أخوي حال محال باجي لألعاب الرياضات الثانية لا اهتمام ولا دعم لا والمشاءات بعد عتيجة تراجع دعم مبكل شي خاف قيل عندنا الرماية والسباحة ويعني عندنا أيضاً البولنغ وبغية الألعاب كثيرة يا جماعة حققت نتائج عشان ما نظلمهم حتى الأبطال يا أبو نواف محتاجين تصقل موفبتهم أيضاً محتاجين إحياء مشروع صناعة بطل أولمبي شا تسالفون عننا؟ يا جماعة الخير خلوها على الله ترى الشق عود عاية خلونا نرتب أوراقنا ونعيد حساباتنا ونلتقي في الدوانية موسيقى 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 يورو 2012 موسيقى الحماش والإثارة والجوائز النقدية موسيقى موسيقى نكون معاكم في مطعم فريج المرينا موسيقى وراهم وراهم يورو 2012 موسيقى 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 موسيقى